وشاهدين كرام أهلا بكم توضيح جديد من عبدالطف الوهبي حول عقود زواج داخل الفنادق قبل من بدأوا ما تنسوا الشدير وجاموا تشتركوا في القناة بجدائما توصلوا بجديد الأخبار والآن إلى التفاصيل وجه وزير العدل عبدالطف الوهبي انتقادات لمحامين بسبب ما وصفه بتضليلهم للرأي العام حول تعليقاته متعلقة بشرعية عقود زواج داخل الفنادق وخلال حديثه في فعاليات دراسته نطمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل اليوم بمجلس نواب أوضح وهبي أنه عندما تحدث عن هذه العقود في الفنادق ظهرت تصريحات صحفية من بعض المحامين تشير لأن القانون يتطلب البطاقة الوطنية وأكدا أنه لم يتطرق لبطاقة الوطنية بل تحدث عن عقود زواج فقط وتابع وهبي معربا عن سيائه عندما يصدر المحامون تصريحات خطئة تؤثر على الرأي العام والمحامين الجدد فإن هذا الأمر غير مقبول وفي هذه الحالة يجب على التنقي بالسدعاء المحامي المعني ومواجهته بخيارين إما تصحيح سلوكه وإعادة تعليمه أو الصمت ترجمة نانسي قنقر